الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دفع بعض دباباته إلى الحدود مع اليونان وتخد قوته البحرية مناورات عسكرية في شرق المتوسط فهل يبدو وكأنه يستعد للحرب؟ في الواقع أنه يفعل ذلك لكي يستعد للمفاوضات وليس للحرب جان إيف لودغيان وزير الخارجية الفرنسي قال الأحد أن المجلس الأوروبي المقرر عقده في نهاية الشهر الجاري سيخصص في المقام الأول لدرس فرض عقوبات على أنقرة لودغيان قال أيضا أنه وزراء الخارجية الأوروبيين أعد ملف أدوات الرد التي يمكن استخدامها حيال تركيا هذا كان الرد الأول على الأربعين دبابة التي أرسلها أردوغان إلى الحدود الرد الثاني جاء من الحكومة اليونانية التي قامت بتعزيز قواتها على الحدود بينما قال المتحدث باسمها أن تلك الدبابات أقل شأنا من أن تغير موازين القوى وإنها تؤدي غرضا دعائيا داخليا بالنسبة لأردوغان القوة اليونانية الجديدة شملت ألف رجل شرطة ومئة وخمسين من القوات الخاصة وأربعة طائرات مسيرة للمراقبة الجوية وعشر سيارات مدرعة وخمسة قوارب مططية وجددت أثينا رفضها لمقترحات الأمين العام لحلف الناتو يينس ستوتنبرغ للبتئي بمحادثات فنية قائلة أن ذلك لن يحدث ما بقيت السفن الحربية التركية في شرق المتوسط ما يسعى إليه أردوغان هو أن يتفاوض على حقوق اليوناني وقبرس من موقع قوة لعله يأخذ منها نصيباً إلا أن ذلك لن يتحقق والمزيد من العقوبات سيكون هو الرد وبالنظر إلى حجم التضامن الأوروبي والدولي مع اليونان فإن الحرب ربما تكون مكسباً لليونان لأنها سوف تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل أن يبدأ أردوغان استفزازاته ونهايتها سوف تجبره على الانكفاء داخل حدود بلاده أما الدبلوماسية ما بعد فرض العقوبات فإنها تتجه لتفعل الشيء نفسه لأن الحدود واضحة ولم تكن موضع شك منذ معاهدة لوزان عام 1923 والتي أسست لبناء تركيا الحديثة وما من سبيل إعادة النظر فيها لمجرد أن أردوغان يحلم بالتوسع ترجمة نانسي قنقر